يعني واحد من الملفات اللي دايما بتقمطروحة ايه اللي حيحصل الناس نخاف من عليها العيب ازاي الحاجات دي هل ده مرتبط بواحد من الملفات اللي حيتم طرحها النهاردة وهو القضية السكانية او النقاش في القضية السكانية الاتنين دول ممكن يبقى في بينهم اي نوع من انواع الربط هو مهم قوي ان احنا نقول ان الزيادة السكانية سلاح ذو حد دي يعني على قد ما هي قوة بشرية وقوة داعمة وقوة عاملة وقدر ان هي تدعم المجتمع هي في نفس الوقت هي بتلتهم التنمية بشكل او باخر لما بتكون مفرطة او بدون او يعني مش متواجبة مع الموارد بتاعة الدولة مش بتتحسب عن طريق مثلا ان احنا نشوف خصائص سكانية وبعدها نقدر نقول هي قوة داعمة ولا لا يعني لو انا عندي زيادة وعندي ناس كتير وحتى وان كانوا قدرين على انهم يدخلوا سؤال عامل لكن خصائصهم الخصائص السكانية للناس اعتقد بتفرق لو في عندنا امراض تغذية لو عندنا امراض نقص ايا كان بقى يعني نشتغل على دا الاول اعتقد يكون من الافضل صحيح يعني انا متفق مع حضرتك جدا هي الفكرة كلها ان احنا الزيادة السكانية بخصائص معينة زي ممكن تبقى منفعة وممكن تبقى ضرر ازاي احنا نقدر نوظف دا اعتقد ان النهاردة المناقشات في الحوار الوطني هنحط ايدنا بس على المرض مش على العرض يعني ايه يعني احنا ازاي نقدر ان احنا نتحول الى مجتمع اولا بيستثمر في سكانه باقصى قدر ممكن زي ما حضرتك اشارتي بالزبط يبقى مجتمع منتج ومنتجع مجتمع قادر على الانتاج في نفس الوقت هذا المجتمع يبقى مدرك كويس قوي انه هو في لحظة من اللحظات محتاج انه هو يعمل بيتعال عليها ضبط للزيادة السكانية يعني احنا مهم ان احنا نظر لمجتمع شاب لان دي احد الخصائص القوية فينا نظر لمجتمع متنامي ولكن في نفس الوقت عندنا ضبط المعدل هذا الاداء علشان ما تبقاش التهام للتنمية اللي بتحصل احد الادوات اللي بتغرق التنمية هي الزيادة السكانية المفرطة اللي احنا نقدر نغرق في ايه بقى في مجتمع بنعالجه ومجتمع مش عارفين نعلمه ومجتمع مش عارفين نعمله نوفر له وسائل الحياة المختلفة فهي دي اللي بتسبب مشاكل كتير ازاي نقدر نعمل التوازن ده اعتقد المناقشات الهرب طيب